عقد رئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك في العاصمة عدن اجتماعا مشتركا لقيادة وزارتي الدفاع والمالية ورئاسة هيئة الاركان العامة واجدد رئيس الوزراء التأكيد على التزام الحكومة بإلاء كل الاهتمام والرعاية بالمؤسسة العسكرية والأمنية وتوفير الامكانيات من أجل قيامها بالدوار والمهام المناطة بها على الوجه الأمثل مشيرا إلى أنه سيتم وضع معالجات لكل الاشكاليات التي سادت في الفترات السابقة